في ظل تقارير تفيد بوجود مباحثات حول سبل وشروط وقف الحرب بات السؤال الأكثر إلحاحاً الآن هل تتوقف الحرب في لبنان؟ أفاد موقع أكسيوس أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة وثيقة حول الوصول لحل دبلوماسي ولوقف الحرب ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي سلم وثيقة تحمل الشروط إلى البيت الأبيض قبل زيارة أموس هوكستن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى لبنان تضمنت الوثيقة عدة شروط من الجانب الإسرائيلي أبرزها السماح للجيش الإسرائيلي بالانخراط في عمليات للتأكد من عدم إعادة تسليح حزب الله أو إعادة بناء البنية التحتية العسكرية في المناطق الحدودية وأن تعمل إسرائيل بحرية في المجال الجوي اللبناني إلا أن تلك الشروط الإسرائيلية تتنقد وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي ينص على أن الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال هي المسؤولة عن مسألة تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وبحسب خبراء فمن الصعب أن يقبل لبنان أو المجتمع الدولي شروط إسرائيل التي تعني بسط سيطرتها على الجنوب اللبناني بما ينطوي على إلغاء أو إيقاف القرارات الأممية بشأن الحدود بين إسرائيل ولبنان محاولات إسرائيل تأتي في الوقت الذي يجري الحديث في لبنان عن مسودة مشروع قرار أمريكي فرنسي جديد سمي بالقرار 1701 بلس يتضمن في بنوده الأربعة عشر حلاً دبلوماسياً للحرب في الجنوب وإذ أعلنت الحكومة اللبنانية بتطبيق كامل القرار 1701 كجزء من الالتزامات الدولية تختلف القوى السياسية اللبنانية في أرائها حول تطبيق القرار بين من تطالب بتعزيز وجود قوات اليونيفال في الجنوب مثل أحزاب القوات اللبنانية والكتائب وعدد من النواب المستقلين في حين تعارض أطراف أخرى مثل كتلة حزب الله النيابية وحلفاؤها في البرلمان أي تقليص لسيادة لبنان أو ما تصفه بالقدرات العسكرية للمقاومة هذا التباين في وجهة النظر والذي زاد من تعقيد المشهد بين القوى السياسية اللبنانية يرى مراقبون أن البعض يستخدمه كأداة سياسية لدعم مواقفهم أو ورقة ضغط ضد خصومهم كان موقف الولايات المتحدة واضحا بشأن تنفيذ القرار 1701 ويتجل ذلك من خلال تصريحات هوكستن الذي تداولت الأنباء أنه يؤيد فكرة تعديل للقرار تحت مسمى 1701 بلس بحيث ينجح هذه المرة ليس فقط لوضع حد للحرب الدائرة حاليا بل منع نشوب أي صراع في المستقبل بين إسرائيل وحزب الله في حين يرى محاللون أن على إسرائيل ولبنان التنفيذ الكامل للقرار 1701 بدلا من تعديل بنوده إذ أنهما لم ينفذ سوى قرار وقف إطلاق النار فقط في حين أن باقي بنود القرار لم تنفذ وهي كفيلة بأن تحول دون نشوب صراع مستقبلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر